أبو عباس أحد مواطني محافظة صلاح الدين لم تنى العيونه قسطاً من راحة حقيقية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 فعائلته المحتاجة الفقيرة التي تقطعت بها السبل لا تزال تدفع ضريبة ذاك الاحتلال مرضاً حتى اليوم نهيك عن إحمال حكومي فاقم حدة ماسات أفراد هذه العائلة الأمريكان جون وقاموا قصفون علينا بالهدخان هذا والسواريخ وصار بنا مرض من هذا المرض وين يصير؟ يصير دقو دق بالعين وهي العين ها تقع وهي شاعدنا وحده هما دنيع الحفة دواء للطبيب هنا ما حد يقول هذا دواء خطيئة وننطيها معكم أمل إحدى ساكنات هذا البيت الذي هدته آهات المرض بالرغم من أن أصواتها المكلومة منذ زمن بعيد لم تلقى جواباً يداويها لا تزال متمسكة بأمل الاستجابة لمناشداتها والله مرض خبيث وسرطاني ومراض جلدي هذا المرض الموجود بينه الصاحب غيره والصاحب ضمه وضمير إذا عنده أخة مريضة ما يروح المسؤول يقالجها بالخارج خليه يشوفني آني ويشوف حالي ما عنده ابنية من تتمرض ما يطير بيها يخليه يشوف هاي الطفلة هاي صار أربع سنوات من المدرسة خطيئة بطلت زينم شابة هي زهرة هذا البيت لم تعرف سوى المرض شريكاً رفيقاً لها تتوق لمقاعد مدرستها التي ما عادت قادرة على زيارتها منذ زمن بسبب مرضها الذي طال بقاؤه مفترشاً جسدها وإلى أن تسمع أصوات العائلة هذه التي أرقها وأتعبها الفقر وفاقم معاناتها المرض والتقصير الحكومي يبقى أفرادها بين ثنايا الأمل هائمين راجين صحوة تعيد إلى زوايا منزلهم الراحة المسروقة منذ سنين